تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تم افتتاح المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لمدراء المدارس البريطانية في الشرق الأوسط وذلك بحضور سمو الشيخ حصة بنت خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لإنجاز البحرين وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وقد ألقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكلمة الرئيسية في جلسة الافتتاح رحب فيها بإقامة المؤتمر للمرة الثالثة في مملكة البحرين وأشاد فيها بالتعاون بين المملكة ومنظمة المدارس البريطانية في الشرق الأوسط ضمن النطاق الأوسع للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد بما يحقق المردود المشترك للجانبين مشيرا للأمثلة البارزة على التعاون بين البلدين في المجال التعليمي ومنها المدرسة البريطانية ومدرسة سانت كريستفر والكلية البريطانية في البحرين ونوها معاليه بالبصمة البارزة للتعاون بين المنظمة ومملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وحرص المملكة على تعزيز هذا التعاون ما يأتي ضمن الأهداف السامية التي حددتها المسيرة الوطنية بقيادة حضرته صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بإعطاء التعليم مكانة متقدمة في العملية التنموية ما تم تجسيده في ميثاق العمل الوطني ومن ثم انعكس ذلك في جعل التعليم ركنا أساسيا في الرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين مضيفا معاليه بأن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يولي عناية خاصة بدعم كافة الجهود التي تصب في خدمة هذا الهدف إذ يرتبط ذلك بتوجه الاستثمار في الإنسان البحريني كالثروة الأعز ذات المردود المحوري في النهوض بالعملية التنموية الشاملة وأشارت الكلمة للجهود الطيبة التي يبذلها رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو شيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء وما له من دور كبير في صياغة الاستراتيجيات والمبادرات الهدفة لتعزيز القطاع التعليمي والتدريبي في مملكة البحرين وتطويره بما ينسجم مع المعايير الدولية ومنظمة المدارس البريطانية في الشرق الأوسط هي مؤسسة مستقلة تضم شبكة من مئة مدرسة في الشرق الأوسط تطبق نظام التعليمي البريطاني ترجمة نانسي قنقر